في بلد مثل العراق بوضعه الراهن يحدث ان تسطو الميليشيات على مقدرات البلاد فمن الملف الامني الى السيطرة على القرار السياسي وصولا الى تهريب النفط يرزح العراق تحت سطوة ونفوذ ميليشي الحجد صحيفة العرب الجديد تنقل عن مسؤول في محافظة صلاح الدين قوله ان عملية تهريب النفط الى ايران تتواصل لشهر الثالث على التوالي مؤكدا ان معدل التهريب يتراوح بين 10 الى 15 الف برميل من 21 بئرا نفطيا قرب مدينتي تكريت وتوسخرماتو مصادر في المحافظة اكدت ان مجموعات معروفة تابعة لميليشيات العصائب وحزب الله وبدر والخرساني والنجباء تمتهن عملية سريقة النفط من ابار عجيل وعلاس وتبيعه لمافيات ايرانية بسعر 6 دولارات للبرميل الواحد بعد سيطرتها على المحافظة خلال الحرب مع تنظيم الدولة النائب عن محافظة صلاح الدين بدر الفحل قال ان عملية التهريب جارية على قدم وساق بالمحافظة متهما جهات امنية وفصائل بميليشي الحجد بالقيام بهذه العمليات ومحملا وزارة النفط المسؤولية عن عملية التهريب كونها لم تؤمن كوادر من اجل المتابعة والاطلاع على تلك الابار من جهتها قالت النائبة عن محافظة صلاح الدين امل البياتي ان عملية تهريب المنتجات النفطية تدل على ضعف سيطرة الحكومة على العراق بالكامل مشيرة الى ان السياق عمليات التهريب يؤكد وجود تواطئ من قبل القوات الامنية مع الميليشيات في عمليات التهريب خبراء اقتصاديون قالوا ان عمليات التهريب تكبد البلاد خسائر تقدر بملايين الدولارات شهريا حيث يتم بيعها بسعر بخس للغاية وتذهب اراداتها للميليشيات مع الاضرار بالحقول بسبب طريقة استخراج النفط وتبديد كمية كبيرة منه وبين نفط يهرب واخر يباع لا يعرف العراقيون منذ 15 عاما اين تذهب واردات مليارية لو خصصت لصحراء لعمرتها اشتركوا في القناة